أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية استشهاد وإصابة عددنا النازحين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال قد استهدفت الطابق الثامن من مقرها في خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 22,185 فلسطينيا لافتة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 57,35 شخصا 88 يوما مرت على بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوضع ما زال كما هو عليه القتل والدمار في كل مكان وصوت القصف يغطي على أي صوت ورائحة الدماء تملأ كل الأرجاء يوم جديد يمر على الفلسطينيين في القطاع كغيره من الأيام السابقة فمن لم يمت منهم في القصف المتواصل سيموت من نقص الدوائي أو الغذاء أو في أفضل الأحوال سيجد نفسه في خيمة بدائية هو وأسرته يعانون للحفاظ على حياتهم أو ربما يجد نفسه في السجون الإسرائيلية بغير سبب الساعة الأخيرة كغيرها شهدت استشهاد وإصابة فلسطينيين مع تواصل العدوان الإسرائيلي حيث شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة سلسلة غارات بالطائرات الحربية والمسيرة وقصفا مدفعيا إسرائيليا ألحق أدرارا هائلة أما في وسط القطاع فشهد شمال مخيم المغازي قصفا مدفعيا إسرائيليا وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قضائفها بكثافة باتجاه المحافظات الوسطى في قطاع غزة كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة خان يونس فيما قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشمالية من المدينة جنوبي القطاع ما أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات وفيما يتعلق بمحاور التواغل الشمالي غزة فشهدت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي لا ينتهي وفي تطور لافت كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لسحب بعض القوات من على الأرض في خطوة قالت الولايات المتحدة إنها تشير إلى تحول تدريجي إلى عمليات أقل كثافة في شمال القطاع وفي هذا السياق ذكر فلسطينيون في حي الشيخ ردوان حيث تركز الهجوم الإسرائيلي في البداية أن الدبابات انسحبت بعدما وصفوها بأنها أعنف عشرة أيام منذ بدء العدوان شكرا